لن يدخل طارق عفاش إلى تعز على جماجم الشهداء الذين قتلهم هكذا هتفت تعز الجريحة والغاضبة تعز التي خرجت حاملة صور ضحايا قناصة طارق ومن أكلتهم حرب الانقلاب أبناء هذه المدينة وحدهم من يدركون ماذا فعلت الحرب بهم هذه المسيرات الاحتجاجية التي خرجت رافضة إعادة تدوير أحد أبرز مجرمي النظام السابق وشريك فاعلا في قتل أبناء تعز وتقدمه كمنقذ من قبل أطراف بعينها فلا تزال شوارع تعز شاهدة على من سقط فيها من الأطفال والنساء والرجال من أبناء المدينة برساس قناصة صالح رابطة أسر الشهداء في بيان لها عبرت عن احتجاجها لمحاولة دعم طارق وهو في الحقيقة مضاعفة لأوجاع أسر الشهداء وكافة أبناء تعز واستفزاز وتفريط بدماء الشهداء ومعنقبة لتعز واستخفاف بكل التضحيات ودهس لإرادة تعز فطارق عفاش ونفسه المسؤول عن الحرس الذي استمر يقتل تعز ثوال ثلاث سنوات بالتزامن مع مسيرة اليوم يأتي تصرح محافظي تعز الذي حمل وعودا كثيرة وكبيرة بتوفير الخدمات الضرورية ولكن من خلال كلمته فقد بدأ أن المسيرة استفزته هو الآخر فذهب لوصف المحتجين بالطابر الخامس وأن الدعوة للتظاهر تتساوى مع أهداف ميليشيا الحوثي فطارق الذي بحسب مراقبين يراد استقدامه لتعز على رأس قوات لا تفرق عن الحزام الأمني لا يعد كونه مجرد بيدق مسموم يتم تأهله لفتح مرحلة جديدة للصراع في تعز دون حتى الاعتراف بالشرعية لكن وإلى جانب مخاوف الناس من تحويل تعز إلى عدا أخرى محكومة بقبضة حزام أمني خارج إطار شرعية وبيع وهم التحرير لتعز على يد قوات ساهمت في تدمير البلاد وعجزت عن حماية نفسها ولم شتاتها فإن هذه المدينة تشهد انقسام بين أموال ورافض لفكرة إعادة تدوير القتلة ناهيك عن موقف السلطة المحلية وقيادة المحافظة والأحزاب السياسية التي باتت مهددة بالتشضي أكثر من أي وقت مضى لكن كما يبدو على تعز فإنها تمضي على درب التضحيات والآلام لن تنسى أن للحرية أثمانا وللكرامة قيمة